متتابعي قناة علام الصيد الله. مرحبا بكم في فيديو جديد اخر. في هذا الفيديو سنتحدث على الناس اللي عندها نقص ذي اللا فيتامين سي والاعراض التي يتظر عليه. طبية الحال كما قد تعرفوا ان اللا فيتامين سي عنده واحد فوائد كثيرة على جسم الانسان وعلى بشرة الانسان. الا ان نقص الفيتامين سي في جسم الانسان يعني اه يترتب عنه واعراض تدل على ان هناك نقص يلا فيتامين سي. وسوف اذكرها على سبيل الميتار وليس على سبيل الحصر. فعياء منها جفاف الشعر وتقصفه. كذلك امراض القلب. التهاب اللتا. ارتفاع ضغط دم دموي. فقدان الوزن. جفاف وتقشف الجيد. كذلك تصلب الشريم. وكذلك نزيف اللتا مرة الى اخرى. وكذلك فقدان الاسنان. وكذلك ضعف المناعة. وقطرة الاساب بنزلات البدر البرد مثل الزقام. هذه الاعراض اذا ظهرت في شخص معين. غالبا ما يكون ان لديه نقص ديال الفيتامين سي. كما قد تعرفوا ان الانسان ما ينتج لنا الفيتامين سي بسبب الفيتراجينية. ولكن يحتاجها في مواد اخرى مثل الخضروات والفواقع. كما قد تعرفوا ان الخضروات والفواقع غنية بالفيتامين سي. كتصل الى ثلاثمية ميلي جرام. مئة ميلي جرام. مثل البرتقار. مثل الفرولة. مثل البطاطا. مثل الطماطم. الى ان هذه الخضروات والفواقع. لا بد ان نساعد انفسنا بعض الاقراص التي تباع في الصيدليات. اه ديال الافيتامين سي. من اجل يعني زيادة التركيز ديال الافيتامين سي. اه في الجسم. هذه الاقراص ديال الافيتامين سي من اه من فئة الف ميلي جرام. تباع في الصيدليات. وكذل هناك اقراص اخرى ديال الافيتامين سي خاص الناس اللي عندهم ده. اه السكري. اذا هذا فيما يخص هذا الفيديو. الاستفتدروني من الشركة ولا كلا فيديو جديد اخر. الى اللقاء.